وفقت وزارة الصحة على طرح عقار الأنسلين القاعدي ديغلوديك الذي أطلقته شركة نوفو نوردسك الطبية الدينماركية هذا العقار يمثل أملا جديدا لمرضى السكر لتحسين حياته والسيطرة على نوبات هبوط السكر التي قد يصابون بها بين اللحظة والأخرى جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بحضور ممثلين عن وزارة الصحة والرعاية الصحية الأولية والمدير العام للشركة الطبية الدينماركية الذي أوضح بدوره أن الإعلان عن تدشين هذا العقار الطبي المتميز في البحرين هو حدث هام مفصلا في الوقت ذاته ما هي هذا العقار الذي ياتي على شكل قلم الأنسلين يحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم بمفعول أطول حيث أنه يعمل لمدة تتجاوز 42 ساعة ويقدم مرونة أكثر لمرضى السكر في موعد الجرعات ويقلل من خطر هبوط مستوى السكر في الدم مقارنة بالأدوية المماثلة مرض السكري مرض منتشر عالميا ونحن نتكلم بخصوص البحرين نسبة المرض في ازدياد مضطرد سواء على مستوى الأطفال أو الكبار هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من السكري النوع الأول وهناك عدد يتضاعف يوميا من البالقين المصابين بالنوع الثاني للسكري والطامة الكبرى هناك عدد كبير من الأطفال والناشئة يعانون من النوع الثاني والمفروض يصيب به الكبار وهذا كله بسبب السمنة وزيادة الوزن العقار هذا هو ما يشابه لأنه فيه أشياء مشابهة له أيضا يساهم فيه تعطاء خيارات للمرضى خيارات أخرى فمريض يعاني من هبوط السكر بشكل مستمر ممكن نعطيه مريض يناسب أنه ما يأخذ السكر فيه أوقات معينة نعطيه فيعطينا خيارات أكثر للمرضى استجابة أكثر للمرضى لأن المريض إذا ما عانى من الهبوط السكر فبيوظب على دواء إذا عانى من الهبوط بيوقف دواء فهذا يعطينا خيارات أكثر للمرضى ووفاة أكثر للمرضى ونزول أكثر للسكر بنزول آمن هذه لحظة ومرحلة هامة في مجال التعامل الطبي الأمثل مع مرض السكري خصوصاً وأننا أعلننا عن تتشين عقار الأنسولين القاعدة هنا في البحرين وذلك لرغبة المعنيين في القطاع الصحي على إيجاد أفضل الحلول التي تتوائم مع أنواع الإصابة بمراض السكر الذي بات يهدد مجتمعاتنا بشكل كبير